هل فيه بالمعنى الحقيقي والحرفي والواقعي دول إن كانت في إطار الحرب والتناحر فهي بتمارس الهجمات السايبرانية على بعضها البعض أو في إطار خلافات سياسية واقتصادية من بعيد لبعيد كده أو حتى وبشكل مباشر لكن سايبرانياً بيهبدوا في بعض بالتعبير الدارج أو أحياناً دول تبدو في علاقة جيدة أو دافئة أو صداقة لكن تعمل كده في بعض الإجابة بكل تأكيد وزي الكربون بالضبط على الأرض الواقع تلاقي فيها عندك ثرسانة وعندك أسلحة والدولة الفلانية بتشتري أسلحة من المصدر الفلاني والمصدر الأول للدولة الفلانية بقت مثلاً من روسيا بيحصل في الفضاء الإلكتروني مين بيشتري التول زي الأدوات مين بيصدر يعني إحنا عندنا دول مشهورة ومعروفة أمنياً إن هي بتصدر برمجيات خاصة بالشيء الفلاني فإذاً فيه تصدير للبرمجيات فيه تصدير فيه صناعة بس محلية يعني هو بيصنع الشيء لنفسه عشان يفرض عضلات وبيعمل هجمات وفيه مرتزقة فيه ناس مأجورين وعارفت يعني مصطلح الدارج اللي هو الشلالية جروبس الناس اللي هم بيأخذوا بس ده بقى في الدارك ويب والديب ويب وحاجات كده مظلمة وغسل أموال وقصة لكن دول مش موجودين عندنا مبار الحمد لله أه الحمد لله إيه اللي بيحصل بقى لا بيحصل زي حرمان منع الخدمة اللي احنا قلنا عليها بالفاصل أن أنت لو في عندك موقع إخباري أو أو إلى آخره ما تعرفش توصله ولا في عندك أخبار أو محتوى يوصلك دي حاجة الجزء الثاني من عدها للمرة التانية تشفير الملفات للمؤسسات الأكثر تقدم تكنولوجي يعني المؤسسة اللي ما عندهاش ورقة أو ألم وعندها في الريسيبشن إلى بقى الباك اند اللي هو في الابريشن التشغيل كله سيستيماتيك هو أكثر عرض للهجمات الفيروس الفيدياية تشفر الملفات فدول هجمتين فيه انفو جرافيك وفيه موشن جرافيك حركة كده على الكوكب بتاعنا أن فيه صراع وهجمات بتحصل من وإلى يعني ممكن دولتين يردوا على بعض شفتها دينا مرة حكيت لك عليها أيوة يعني للوهلة الأولى أنت ممكن تستعرف هو إيه اللي بيحصل تدقى في كده تلاقي الهجمات طلعة من دول وفيه هجمات بترد على دول لأنه بيتعرف في النظام الأمني بيتعرف أنه لاجمة جاية منين دوليا بيتعرف وكل دولة معتعرفة بكده فأنت بتحصن عندك من كوادر محلية وما بتستعينش بقدرات خارجية ما ينفعش لسي تجيب من أهل بلدك وممكن تستعين ببعض المصادر الخاصة بالبرامج اللي تعمل ديفانس اللي هو اللي إيه الدفاع إحنا عندنا منهج في الموضوع ده اسمه برو أكتف ديفانس الدفاع الاستباقي فأنت فيه عندك فريق بص بق دوليا فريق بيقدر يحلل حركة المعلومات اللي موجودة على شوكة العين كوبوتية شوكة الإنترنت ويتنبأ هو ممكن التاكس دي تجي منين الهجمات فده تحليل لأنه إحنا ممكن من خلال الدول يحصل هجمات تحليل استباقي للي ممكن للي ممكن وده يحصل أكتر حاجة الصين أقولها بس علاوة الصين الصين من أكتر الدول على مستوى العالم اللي بتطلع هجمات بترافق عالي جدا فبيحصل إبقا هي مش مركزة قوي بقى يعني في دول بركزة على هجمة هي بتنتشر فبيتعرف كل يوم الهجمات دي جاية منين وإيه غرضها اشتركوا في القناة